اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش دايماً حيفهم يعني ايه قصر المنتزى ويعني ايه المكان ده ويعني ايه الكابينة دي كان فيها شدية ويعني ايه الكابينة دي كان فيها عبد الحريم حافظ ويعني ايه الكابينة دي كانت لحن فيها اللحن الفلاني يعني ايه الكابينة دي كانت بتاعت عبد الناصر يعني ايه الكابينة دي كانت بتاعت السادات يعني ايه الكابينة دي كانت فيها كدامة فيها مجلس خيادة السورة يعني ايه الكابينة دي قعد فيها انور السادات مع موسى صبري ومع الاستاذ هيكل ومع غيره يعني ايه الكبينة دي استقبلة فيها قادة العالم فجأة هذه الكبائن هتباع بالمزاد العلني لمن يقدر وأنا هنا بتكلمش عن القانون وأنا هنا بتكلمش على الحق والقواعد والإهدار المال العام والوزير السياحة اللي خايف مش هتكلم عن القصة دي كلها أنا بتكلم على شكل المكان حضارة المكان تاريخ المكان هو ده اللي بتكلم عليه هو ده اللي بقصده فيه طرح هذه القضية والحقيقة لو اتشالت الكبائن من كل الناس فعيب عليكي قوي يا دولة انك تسحبي كبينة عبد الناصر من ولاد عبد الناصر والسادات من ولاد السادات والجمصي من ولاد الجمصي وابو غزالة من ولاد ابو غزالة عيب قوي عيب الناس دي بعد مدة عمرها وحياتها لهذا الوطن يبقى الكبائن اللي هي على فكرة دي متر في متر 36 متر الكبينة ولا 22 متر الكبينة لكن الكبينة دي فيها تاريخهم فيها أبوهم فيها ريحة أبوهم فيها فيها تاريخ تكتب ياخدها واحد لا يسمع عن التاريخ ولا يسمع عن عبد الناصر ولا يسمع عن أم كلسوم ولا يسمع عن مين هو المشير الجمصي ولا يسمع مين هو المشير أبو غزالة وياخدها ويجددها ويبيضها ويقولك أنا قاعد في كبينة عبد الناصر هو ده السؤال اللي بنترحه على المجتمع اشتركوا في القناة